برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وحلقتنا النهاردة معرقة أين الله الجزء التسع ومازلنا مستمرين في نقل وقاءة وأحداث معرقة أين الله وأنوان حلقتنا الوحبية بين الصنامية والعدمية ومازلنا نتكلم عن سؤال أعرض سلفي وحابي عمي محتار في موقع إسلام ويب وإحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت إن السلف الوهابي أرى من صفحات كتاب اسمه دفع شبه التشبيه بقى كف التنزيه وإنه تصدام وقشعر بدنه لأن الكتاب وصف فيه الحنبلة الوهابية إنهم مجسمين حتى لا يقال حنبلي إلا مجسم وإنهم شانوا المسهب فعرضنا لحضراتكم إن كتاب دا كتبه ابن الجوزي علشان يرد به على ابن حامد والقاضي أبي يعلى وابن الزغوني ووصفهم فيه إنهم مجسمة حلقة النهاردة هنستكمل مع بعض ليه العامي الوهابي محتار ونبدأ بالدكتور الأشعاري سعيد فودة وهو بيأكد إن ابن الجوزي كان يرفض التشتيم وفي نفس الوقت بينقل براءة السلف من مسهب علاة الحنبلة الوهابية المجسمة نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي قال في كتابه الشهير دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه في بداية هذا الكتاب قال ورأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلح وانتدب للتصنيف ثلاثة أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبو يعلى وابن الزغوني فصنفوا كتبا شانوا بها المذهب ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحسي فزعموا أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه الصلاة والسلام على صورته فأثبتوا له صورة ووجها زائدا على الذات وعينين وفما ولهوات وأدراسة وأضواء لوجهه هي السبوحات ويدين وأصابع وكفا وخنصرا وإبهاما وصدرا وفخذا وساقين ورجلين وزي ما شفنا الدكتور الأشعاري سعيد فودا بيتكلم عن ابن الجوزي يرد على أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبو يعلى وابن الزغوني لأنهم كتبوا كتب شانوا بيها المذهب الحنبلي فحملوا الصفات على المقتدى الحس وإن آدم خلق على صورة الله فأثبتوا لله الصورة ووجه زائد على الذات وعينين وفم ولهوات وأدراس وأضواء لوجهه ويدين وأصابع وكف وخنصر وإبهام وصدر وفخد وساقين ورجلين وده هو معنى حملوا الصفات على المقتدى أو على مقتدى الحس نواصل هيكمل ليقول إيه في الفيديو اللي جاي نشوف مع بعض قالوا ما سمعنا بذكر الرأس وقالوا يجوز أن يمس ويمس ويدني العبد من ذاته وقال بعضهم ويتنفس ثم إنهم يرضون العوام بقولهم لا كما يعقل ثم بعد ذلك كله يقولون بلا كيف بلا كيف بلا كيف وزي ما شوحنا في الفيديو اللي فات إن الحنابلة قالوا ما سمعنا بذكر الرأس وطبعا قصدهم إن الله بلا رأس وقالوا يجوز يمس ويمس يعني ممكن الله يلمسك وإنت تلمس الله ويدنه من العبد ويتنفس وبعدها قال كلمة مهمة جدا إنهم علشان يرضوا العوام زي الوهابي السلفي اللي إحنا بننقل سؤاله يقولوا بما لا يعقل يعني علماء المذهب الوهابي المجسمة بيقولوا نحمل النصوص على ظاهرها لكن كما يليق بالله وده اللي نقل العام الوهابي من كلام ابن الجوزي ونشوف قال إيه بيقول كده وقال قولنا بأننا نحمل النصوص على ظاهرها فهل الاستواء إلا القعود وغيرها كثير يعني لما يقولوا لله يد يقولوا ليس كيد المخلوقين لكن يد كما تليق به لله فقد يقولوا ليس كفقد المخلوقين لكن فقد كما يليق به لله صدر يقولوا ليس كصدر المخلوقين ولكن صدر كما يليق به لله جسم يقولوا ليس كأجسام المخلوقين ولكن الجسم كما يلق به وزي ما شفت حضراتكم أكتر من مرة في فيديوهات الشيخ ابن عسايمين وخلينا نأكد الكلام ده من الفيديو اللي جاي نشوف مع بعض فما هو الجواب على ذلك؟ الآن قلنا يلزم أن يكون جسما وأن يكون محدودا نقول إذا لازم أن يكون جسما من كلام لا فلقل ذلك ونحن نؤمن به ولكننا نقول إنه لا يستكى أجسام المخلوقين وزي ما شفت حضراتكم الشيخ ابن عسايمين وهو بيتكلم عن صفاتين من صفات المخلوق وخصوصا الإنسان وهي الجسمية ومحدودية الجسمية اتفاجئنا إن ابن عسايمين بيثبت الجسمية لله وإنه الجسم محدود وفي الآخر بيقول ليس كأجسام المخلوقين وش كده وبس؟ لا ده الوحبية السلفية المجسمة علشان يشويه صورة الله أكتر بعد ما شبهوا بالإنسان أعطوا لله صورة مشابهة للإنسان ولكن إنسان بدون رأس خلينا نتأكد من كلام ده من شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب وهو بيأكد النقطة دي في الفيديو اللي جاي أيضا عرضوا فرقة اسمها المشبهة هو الإمام ابن الحسن الأشعري عرض فرقة اسمها المشبهة هذه الفرقة هم مجموعة من غلات الحنابلة وأكرر وأضع خطين تحت غلات الحنابلة لأن بقية الحنابلة كلهم فضلاء وكلهم من أهل السنة والجماعة إنما هؤلاء الغلاة الذين قالوا إن الله يشبه الإنسان جعلوا له عيون قالوا له عيون قالوا له أصابع له إيد له قدم يتنفس يضحك يعني حكموا على الله أو شبهوا الله بالإنسان الإنسان ثم أيضا ألحقوا به أفعال الإنسان شبهوه بالإنسان حين ينتقل ويتحرك وينزل ويصعد إلى آخره هذه الفرقة لا يرضى عنها الإمام أبو الحسن الأشعري ولا أهل السنة والجماعة لأنهم مشبهة ومغرقون في التشبيه والعجيب قالوا إنه يعني دعوا الرأس قالوا ما وردش حاجة أن له رأس طب ما العيون دي قاعدة فين يعني أنا مش عارف ولا هو أدراس ولا هو أسنان يعني هذا حتى يعني لو تتخيل الصورة وتخيلها الرأس مرة وقال لهم يعني أنتم تتخيلوا أدراس وعيون في لا رأس ده أي قبح هذا شيخ الأصهر قال إن الفرقة دي من غلاة الحنابلة شبهوه الله بالإنسان فقالوا لله عيون وأصابع ويد ويتنفس ويضحك ويتحرك وينزل ويصعد وإنهم بالغوا في تشبيه الله بالإنسان ولما جم عند الرأس قالوا ما نقدرش نقول إن لله رأس فرسموا لله صورة مشوهة قبيحة كل الكلام اللي فات أثر بشكل مباشر في عقيدة الوهابي العامي ونشوف مع بعض كتب إيه في السؤال اللي وجهه لموقع إسلام ويب بيقول إيه؟ وإننا كسين المسحب بشين قبيح حتى لا يقال حنبلي إلا مجسم والمفروض لو إن الوهابي العامي كان فاهم عقدته أو مقتنع بيها كان على قل يقرأ كتبه اللي بتردع الكلام ده لكن لإنه تأثر بالكلام ده ومقتنعش باللي في كتبه لدرجة إنه ما قدرش يقرأ غير كم صفحة من كتب العقيدة الوهابية المجسمة ونقرأ على حضراتكم من كلام العامي الوهابي إنه ما قبلش الكلام ده وبس لأ ده حكم على مسهبه الوهابي المجسم بشكل غير مباشر بإنه كفر نشوف مع بعض كتب إيه في السؤال اللي وجهه في موقع إسلام ويب رأيت في إحدى فتواكم ولأحفظ رقمها أن من اعتقد أن الله جسم فهو كفر وأيضا نبه على ذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله بقوله الممثل يعبد صنما هو المعطل يعبد عدما يعني فترة المسلم الوهابي العامي بترفض التجسيم وبتثبت في نفس الوقت إن التجسيم اللي يعتبر من أركان المسهب الوهابي مخالف ومضاد ومحارب للفترة الإنسانية السليمة وأكتر من كده كفر والوهابي العامي بفترته بيقول إن من اعتقد أن الله جسم فهو كفر في نفس الوقت التجسيم يعتبر أهم رقم في مسهبه الوهابي وطبعا الإمام أحمد بريء من التجسيم وبريء من الكفر أو التجسيم اللي في المسهب الوهابي السلافي والكلام ده بيأكده شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في الفيديو اللي جاي نشوف مع بعض وإلا الإمام أحمد ما كان يؤمن أن لله يدا كأيدينا أو أن لله يد فيها أصابع أو أن لله يد فيها أظافر أو أني إلى آخر وما كان يؤمن أنه يضحك بمعنى أن له أسنان ويبتسم أو له عينين فيها حدقة أبدا معاذ الله لم يكن هذا اللي يعبد كده ده بيعبد جسم يعبد جسم وإحنا عبادة الأجسام عندنا يعني الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بيقول أن الإمام أحمد ما كانش بيؤمن أن لله يد وأصابع الأخر الفيديو اللي شفته والحقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مش بيقول أن ده تجسيم ويسكت لا ده بيقول أن اللي يجسم الله بيعبد جسم واللي بيعبد جسم ده مشرك كافر ارتد عن الإسلام كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مطابق لكلام العام الوهابي نشوف العام الوهابي كتب ايه رأيت في احدى فتواكم ولا احفظ رقمها ان من اعتقد ان الله جسم فهو كفر وايضا نبه على ذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله بقوله الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما وزي ما حضراتكو كده قلنا لكو قبل كده ان عوام الوهابية بين النار التمثيل ونار التعطيل النار التمثيل يعني التشبيه كلام العام الوهابي بيدينا فكرة واضحة عن مدى حيرة عوام الوهابية المجسمة اللي ما ابلوش التشتيم في مسهبهم الوهابي لانه مضاد ومخالف للفترة فحسوا انهم بيثبتوا التشتيم وبيعبدوا صنم ولو رفضوا التشتيم اصطدموا بالنصوص اللي فهموها بزواهرها ورفضوهم للنصوص وزواهرها حسب مرسهم المسهب الوهابي المجسم لا يعني الا التعطيل وبكده هيعبدوا عدم فبقيوا بين نار السنمية ونار العدمية والتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا ما انتا ترد بعقله ما نقمل بعقله واذا يرد بعقله واذا ينكر بعقله يبقى الجن يبقى ولعوبة بينها وكل المسهب ترجمة نانسي قنقر